مر بعقود من التأرجح بين القوة والضعف حتى اعتلى مكانة بين أعتى وأقوى الجيوش في العالم الجيش العراقي الذي تمر ذكرى تأسيسه التاسعة والتسعون في ظروف عصيبة تمر بها البلاد ويوقد شمعة جديدة على صفحات سفره المجيد رئيس مجلس الوزراء قال بكلمة وجهها بهذه المناسبة إن واجب القوات المسلحة العراقية الأساس كان وسيبقى هو الدفاع عن العراق وقال أيضا إن هذا الجيش هو ابن الشعب ولا يمكن أن يكون أداة للقمع أو يتدخل في الشؤون السياسية التزاما بالدستور العراقي الذي يحدد شكل وواجب ودور القوات المسلحة الجيش العراقي منذ نشأته عام 1921 وإلى اليوم مر بمحطات كثيرة من بينها وبحسب الخبراء الدور المحوري الذي لعبه في الصراع العربي الإسرائيلي بمشاركته عام 1948 في أول حرب عقب انتهاء الانتداب البريطاني الفلسطين ووقف إلى جانب الجيشين السوري والمصري في حرب السادس من أكتوبر تشرين الأول عام 1973 كما شارك عام 1980 بأطول حرب شهدتها المنطقة الحرب العراقية الإيرانية وسطر فيها أروع الملاحم ويعتبر عام 1988 عام الذروة في أعداد أفراد الجيش وبلغ أوج قدراته وخبراته العسكرية فقد ناهز في حينه المليون مقاتل ينتسبون إلى تسعة فيالك في الثالث والعشرين من أيار عام 2003 أصدر الحاكم المدني الأمريكي بولي بريمر قرارا بحله وتسريح جميع عناصره وملاحقة آخرين منهم عام 2004 بوشر بتشكيل جيش جديد وكانت بمثابة عملية ترميم للجيش إضافة إلى استحداث تشكيلات جديدة في الجيش العراقي كقوات مكافحة الإرهاب وقوات التدخل السريع منحته مجلة بريطانية عسكرية متخصصة عام 2017 لقب أفضل جيش في العالم بسبب الانتصارات الكبيرة التي حققها على الإرهاب كما وحتل وفق تصنيف موقع جلوبال فاير باور الأمريكي المرتبة التاسع والخمسين من مجموع 133 دولة بالرغم من المحن التي تمر بها البلاد لكن تبقى هذه الذكرى عزيز على قلوب العراقيين والعرب ويستذكرونه بمزيد من الفخر والاعتزاز فهو لطالما كان سندا للعرب وحارسا أمينا للوطن ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر